هنوص البلد أول بلصة للفقاهرة هناك مفيش أي مشكلة بهم ولده بنها وحتى شكلهم جريد هممكن تكتفر من كل دي الولاد أو كلهم بنا فإحنا عدنا على طريزة وبعض الاسعيين لأينا بنت جاية بتتسلم بالأحضار من الاسعيين مساقية الصاوي برضو في عادي مش هتراها بروزها مصريين بس هنو الاسعيين بفاقة ماليش نتاهمهم بدا اللي قد يتصل من فكرهم بالشوائية قد يتصل قد يتصل بتفكرهم بشكل ماشي وبس فكرة برضو انه هو بيحافظ على الفرية بتاعته فبيحاول مصارك انه يحرف كل شيء عشان اندي تبنى عيدك طيب زه مش تحرك زه مش بيعتاد على حد لكن نعمل نتكلم عن قصة ليه بعتدي جذبية على حد موطف حصل من مولاد نشر إناشي يولي مرحلة من اتنواشر من اتنواشر سنة من سنون طلايا الموقف ده حصل في الجادة مدبوعة الشراحة او مدبوعة الطلايا من اتنواش عدد من اتنواشر سنة يعني الولاد سوائرين جايين يحضروا فورستاتي كنا احنا لقيمة الرئيس في الجادة البلاد من البحراء البلاد من البحراء البلاد من البحراء بلد خدها يقوم السياح ويعرف السياح كلهم ويعرفين طباعهم بلد السياح ويعرفين طباعهم بلد السياح انو يطمع في بنت مصرية ده العجيب انو يبدأ يدايق ويختلط مشكلة وينصالوا ان هم يعوّروا بعض مع شباب بروسعيد عشان بناد بروسعيد ده العجيب جدا يعني ماذا بتعمل بنت مضاعب بروسعيد مش هتفع بشكل معاك فإيه الفكرة انك في حادث المدين انت تفتامي لوكنا إيه الفكرة عندك ان انت أحسن هم يتابع بروسعيد اما دي لأ اوضاع حورية وانت افلاق وبصرع من بعيدك ليه؟ لان دول من بعد الترنتاشر سنة لو مش كده يبقى شيء شاز فهو ده انطباع المجتمع بييره انطباع بيير الشهر طبعا انا بكلم عن انطباع انطباع الملد ده ليه بص البنت اللي هو دها بشكل ده وليه حاول يتحرج خلنا عشان البنت جرّ لما تصرف بطريقة دي مقبول مجتمع لما مديت عندنا ده شيء مش مقبول ها ايه؟ حتصار بكده تقنش بسيء شيء مقبول ومحترم عندك المجتمع لما تتامس ده تمانك وبعد خطط القواعي حلو برضو كنا نعمل الكلام لما بابه في الولد مبالي سابق للمجتمع البدلي ده مفروض عادي طب خلونا بانت في الولد ليه الولد؟ انا كانت في مظرة الولد ليه باصل البنت دي؟ انها ده اللي هي عايزة وباصل البنت دي بالتملك وانها املوك اتناك عادي اصدق الممنوع مرغوب الممنوع مرغوب فيديو ممكن الكلام ده تسجيله بقى لانك متاج ينسجل فعلا الفواحج الممنوع مرغوب لان المرأة المصرية مش بتتعرّب الشكل اللي انت عايزة وانا زاياك وباكلم زاياك اتنين ان المرأة الاجنابية رد فعلها يكون قاسي على الولد ويلاقي حد يوضع كقانون رابع تلاتة مش بتاعك مصدر رز مش بتاعك مصدر رز اه ها طيب الحاجة بتاعك الحاجة بتاعك تتوني يا يا سبي الحاجة بتاعك من الأسباب التحرش كل ان الرجل بتاعك بس ايضا ايه 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 راعة راعة طب ليه بيجي على الكاهن ببعاولها عشو بكس وليه انت خروج انتت اللي اني بعاورها عاية ها احنا بنتكلم على اسباب التحرش دلوقتي صح؟ ممكن يكون من اسبابا هو يعني يتعرض للاعتداء في الصغر مثلا دي من الاسباب المعترف بها مش طيب تعالوا قول الطبيعي وبعدين تتكلم في الصغر والراجل بيسجر وانا باش هبه هكامل لأ مش انا هبه هكامل الطبيعي اللي اي حد هيطلع في اي باديل التنفيذين على الورو واي حد من الحضارة ببنى يقول لهم هستطيع اتخلوا اي مشكلة مستمعين ايه الطبيعي يقول؟ ايه الطبيعي مراحل تتشاك معانا بالنور ربيع خمس مراحل اولا الاسرة تحصيل التربية والاسرة واختلاف الاسرة سواء كانت نووية او ممتدة نووية ابو ومو ولان الممتدة عيلة كبيرة الخيال الخيال وعمل كنتم عاشوا مع بعض اثنين ويسلوقيات الانتراب وبيع في الوضع ده مخصوصا في العشوائيات ان ابو ومو في ساولاته نفس الوضع